ارتفعت حصلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 17.100 قتيل الخميس فيما تتلاشى أمل والعثور على ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صاقعي وأعلن مسؤولون ومسعفون أن 14.014 شخصا قضوا في تركيا و3.162 في سوريا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الاثنين الماضي وفقا لآخر التحديثات بلغ عدد مواطنين الذين فقدوا أرواحهم في الضمار الذي أحدثه الزلزال 14.014 شخصا ووصل عدد الجرح إلى 63.794 كما ترون نقوم بمجهودات مكثفة للتقدم في أعمال الانتشال وسنستمر بجد لإزالة آثار الدمار 6.444 olarak belirlenmiş